الحمد لله انه غيرت رأيي ومسأويت ردت فعل على اغنية بيسان الجديدة لان اول ما نزدت الاغنية 10 دقائق وانحذفت من اليوتيوب الحذف كان بسبب شركة ما ميديا بروديكشن ما لها علاقة ببيسان ولا لها علاقة بحيدر غيتار ابصر من منه صارها الاغنية هذه المرة بيسان ترى والله مزاح ما اقصد شي ولكن يعني جملت احبيت اقولها طبعا انتمعت الاغنية وحملتها ولكن مرة حقدر ننزلكم يعني انذا نزلتها رح تنحدف بسرعة ولكن انتظروا منا الباتشرة اذا ما نزلت او ما رجعتها بيسان لحاول اخليكم تسمعوه بطريقة معينة طبعا جواني نزل على الحسابة بالانستجرام استوريات يستهزئ بها بيسان فرح اضطلكم ياها شوفوها بابي لكل الناس اللي سألتني طب جواني ما حكيت لنا ايما التاريخ الغنية اوكي يا جماعي ما شاه فيديو اليوم يروح يشوف وليه يفهم كل شي اثنين انا عم بشتغل على غنيتي وما بدي يكون فيها اي مشكلة يعني انا ماني ناصب على شركات او عندي مصاري وما عم بطعب على الاغاني واخر شي انشر واخر شي انضرب لان انا عامل وصخنة مع شركات وناس كثيرا مشان لك انا الاغانية انا عم بشتغل عليها انا عم بطعب عليها من الحان اللحنا عم بشتري ام حاول اطلع بصورة حلوة بكليب حلو ما عم بخور في ناس تصور الكليب انا عم بدفع من جيبي مصاري مشانك يا جماعي هذا كله تعب هذا كله جهد فهموني انتو حسوا فيني استنوا الغنية قريبا تمام باغيانيتي بابتنحزف فعلا عشر دقائق او خمس دقائق مالي السارقة او ما علي ديال الشركة بلو تذكروا هاي الكلمة بحبكونا يا جماعي وليما شاه فيديو اليوم يروح يشوفوا عالسريع تحياتي وبس والله وصال نهاية المقطع شناك في ايد زين ومع السلامة حبايبي نسلت الغنية الجديدة بدي ان الكل يرفع الشاشة ويشوفها والله اسف ترى ما اخصتي